عايز اتوقف عند موضوع عودة امام عشور للتدريبات الجمعية هو هنا في قناة الاهلي لما اعلننا عن عقوبة امام عشور هل اعلننا عن ايقاف اللاعب عن التدريبات اسبوع او عشر ايام ما حصلش بالعكس واللقاء موجود والحوار موجود والحلقة موجودة على اليوتيوب ايقاف امام عشور او غرامة او قرار الكابتن محمد رمضان المزير الرياضي كان تغريم امام عشور مليون جنيه كان تغريم امام عشور مليون جنيه ده انكم هاي صور خاصة من مشاركة امام عشور في التدريبات الجمعية النهاردة وجوده مع قهرباء والجهاز الفن واللاعب طيب بتحسبونا على فكرة اصل امام كان مقوف اسبوع لا ده مش مكتوب رسمي ولا معلن اصلا في النادي الاهلي النادي الاهلي قال ان امام عشور غرامة مليون جنيه عودته للتدريبات طبقا لرؤية المدير الفن مرسل كولان اذا ايقافوا اسبوع او منعوا من المباريات ده كان اجتهادات صحفية للعديد من الزملاء واللي قال مليون مش هيخبه ايقاف اسبوع يعني انت قلت الرقم الاكبر غرامة مليون جنيه وعايز اقول لكم بعد المليون جنيه حصل التطورات ممكن يكون فيه غرامات تانية لكن الاهلي اكيد مش هيخبه على حضراتكم اي تفاصيل لكن اقول المليون واخبه ايقاف اسبوع مش لوجيك يعني مش طبيعي ولكن موقف حصل من اللاعب اعتذر عنه لزملائه وللجهاز الفني ولكابتن الفريق وكتب على حسابه الرسمي ومرسل كولر واللاعبين وكابتن الفريق محمد الشنو تقبل الاعتذار والنهاردة اللاعب شارك في التدريبات الجامعية يبقى بالتالي ما فيش فكرة الاسبوع ولا منعوا من المباريات تبقى للحالة الفنية في مطش البنك الالي ما كانش موجود يصطحبه كولر لمباراة اورلندو ده يتحدث في الساعات اللي جاية وان كان كولر بيفكر ان يكون امام عشور معهم في رحلة اورلندو بايرتز ولكن فكرة ان اللاعب كان موقوف وتم لغاء القرار الكلام ده مش في النادي الاهلي حسبونا على اللي بتقال هنا او من خلال صفحة النادي الرسمية على الفيسبوك ولكن اجتهدات بعض الزملاء بتبقى اجتهدات ولكن ليست معلومات مؤكدة او رسمية